ترجمة نانسي قنقر إلى ثلاثينيات القرن الماضي يعود تاريخ الصحافة في مملكة البحرين في حقبة كانت فيها الكلمة نادرة والانتشار ضرب من الخيال كانت البداية مع جريدة البحرين لتتوالى بعدها الصحف والمطبوعات التي بلغت 115 صحيفة ومجلة ضمن أطر زمنية ميزت كل حقبة منها لتعاصر المتغيرات الإقليمية والدولية والحروب التي شكلت وجه العالم وحركات التحرر والاستقلال بانية لها رصيدا من الشهرة عززته رصانة الفكرة ومهنية السرد ورصيدا من الأسماء ممن مهدوا الطريق لأجيال تالية ورسموا ملامح مدرسة صحفية وطنية متفردة استمر البناء على مدى سنوات القرن الماضي بحريات ومسؤوليات متفاوتة حتى جاء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة حفظه الله لتتمتع الصحافة البحرينية بسقف كبير من الحرية أكد عليها دستور مملكة البحرين مما أدى إلى أن تأخذ دورها في تنمية المجتمع التي هي مرآته وتمثل حلقة الاتصال بين المواطن والدولة وما يجري من أنشطة وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية ولتؤدي دورا حيويا بارزا في إثراء الحركة الفكرية والثقافية في المجتمع وتعزز القيم الوطنية تحظى الصحافة البحرينية بدعم واسع من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه كيف لا وقد وجه حفظه الله لاعتبار الصحافة سلطة كاملة الصلاحيات بالإضافة لتخصيص يوم للصحافة مع كل امتياز تضيفه الإشادة الملكية للصحافة الوطنية كما تحظى الصحافة البحرينية بدعم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حيث تضع الحكومة معايير الشفافية والالتزام موضع التنفيذ من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام والتعامل بإيجابية مع كل ما يطرح في الصحف من قضايا وموضوعات وطنية مسيرة صحفية يفخر كل منتسبها بما حققته على مدى سنوات وفي ظل هذا التاريخ من العمل الصحفي المتزن والمسؤول والدعم الكامل للصحافة وحريتها ودورها الوطني ومسؤولياتها النهضوية والتنموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر